موسيقى الله معكم مشاهدينا نحن وياكم رح نترافق سوى اليوم مع أمين سر عام الرهبانية اللبنانية المارونية الأب ميشيل بوتقال الحديث طبعا عن القديس مارون وعن دير مار مارون العاصي وعن الموارنة بشكل عام أهلا وسهلا فيك بير ميشيل أهلا وسهلا فيك يعني حضرتك ابن زحلي وابن البقاع وعلى مقربة من دير مار مارون العاصي رح نبلش من دير مار مارون العاصي ولكن بداية كيف وصلوا الموارنة إلى هذا الدير أول شي بشكر شخصك الكريم وإدارة تليزيون تليلوميار لإستضافتنا بهالمناسب العزيزي علينا كلنا مار مارون أو التلاميذ مار مار مارون وكمان أعتز أكتر وأكتر أنه المقابلة بمدينتي العزيزي على قلبي مدينتي زحلي كون الرهباني اليوم اللي عم تشرف أو رجعت لرسالتها بمنطقة الهرمل وبعلبك وخصيصا إلى دير مار مارون العاصي دير مار 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 عاصي له علاءة تاريخية مع بداية الموارنة بلبنان داير مارمرون العاصق هو البوابة الذين دخلوا الموارنة من سوريا إلى لبنان بعضنا نعرف أن الظروف التي عشتها الموارنة بعد مجمع خلقي دونيا مجمع خلقي دونيا هذا المجمع الذي انعقد في 451 على صعيد الكنيسة ككل كنيسة الشرق وكنيسة الغرب وبهذا المجمع صار فيه صراع على طبيعة الإله يسوع المسيح طبيعة البشرية والإلهية فطلع بنتيجة أن يسوع زو طبيعتين إلهية وبشرية منفصلتين وغير ممزجتين هذا ما رأى لبعض فئات مسيحية بهالوقت أما الموارنة تمسكوا بهالعائيدي وعيشوها بمنطقة شمال سوريا يلفينا نقولها نحن بأفاميا مطرح ما تؤسس دير مارمرون أفاميا هي اليوم بشمال غرب سوريا التواجد الماروني اللي كان أغلبيته بشمال فنتيجة هالعقيدة بالمجمع خلكي دونيا دفعوا رهباننا ثمنا صراع على العقيدة فبينما كانوا عم نتقلوا من دير مارمرون ما نقلد بين دير مارمرون بشمال سوريا ودير مارمرون العاصي بعد ما وصلنا على دير مارمرون العاصي بدير مارمرون أفاميا عم نحكي طبعا بعد وفاة القديس مارون بالأربعمية وعشة نعم بالأربعمية وعشة توفى مارمرون تفوت بهيك بعد دادات بريسيز أربعمية وعشة وفاته الحادثة اللي صار فيها مجزرة قتل 350 راهب هي بحوالي سنة الخمسمية وسبعة عشر هاي المجزرة اللي راح فيها ضاحية 350 رايب دفاعا على ايمان هون ايمان القلق دولي من بعد هالمجزرة اللي كانت نقطة تحول لموارد الشمال الى لبنان ونحنا عنا دات انه دير مارمرون العاصي هو نتيجة بعد هالمجزرة صاروا يهربوا رهبان تدريجيا ومعهم من عامة الشعب على طول نهر العاصي نحنا بنعرف كلنا انه نهر العاصي بنبع من عنا من لبنان وبيصب بشمال سوريا او بخليش اسكندرون مشيوا رهبان وموارد شمال سوريا الى هروبا من الاتهادات لا وصلوا على منطقة الهرمال والشمال لبنان منها كنت نقطتهم توجدهم بالعاصي او اللي عرفت فيه ما بعد مغارة مارمرون نسبة الى التلاميذ اللي اجوا وسكنوا هالمنطقة نحنا نقول الدات 520 تقريبا هذا اللي انطلقنا فيه تقريبا هيدا الدات الـ 520 لا توجدهم بمارمرون العاصي وهيك نحنا نحنا وصوى نحنا وياكم سنة الماضي احتفلنا بأدي السوافاء بالنسبة لمرور 1500 سنة على انشاء او تواجد رهباننا بمنطقة مارمرون العاصي اذا وصلوا على العاصي يعني كانت زكارة كانت البوابة بين سوريا ولبنان للرهبان او لتلاميذ مارمرون اللي اتهدوا لانهم اعتقدوا او امنوا بالعقيدة الخلق دونية مزبوط اندفاعا عن عائدتهم مزبوط وقلت كم تكون واضح انه ليس فقط اجوا على العاصي لانه اجوا كانت نقطة تواجدهم العاصي يمكن طبيعة كنت عم بسألك طبيعة منطقة العاصي والمياه يعني خلتهم يتمركز قصهم منهم بهذه المنطقة منطقة متل ما عيشوا بالعراق مع مارمرون بالمغاور فكانت هالمنطقة اللي قالوا اكتشاف امتداد لنمط عيشوا اللي عشوه فارتاحوا للمنطقة وسكنوها بداية كرهبان وكمؤمنين لابعدين صار تطور العيش يتنزموا نوعا ما رهبان بمارمرون العاصي استمرت هالفترة يعني وجود تلاميذ مارمرون بدير العاصي مع بداية مع بداية يعني انا مقلوب الخمسمائة واثنين يعني استمرت اجمالا مع انشاء وتنظيم الموارنة الى بطياركيه نعم نحن نعرف اماما بعد متان سنة حوال ستمائة وستة وثمانين صار في انشاء وتأسيس للبطياركيه المارونيه بخلال شغور البطياركيه الانطاكيه كانت بالشرق للمسيحيين فمع الشغور البطياركيه صار في بلبنان تنظيم ونشوق البطياركيه المارونيه مع البطيارك الاول الانديس يوحنا مارون بكفرحي كانوا اسكوف يومتا بكفرحي وانطلقت التنظيم ان كان الكنسة وان كان المدني فيما بعد مع انطلاقات البطياركيه بستمائة وستة وثمانين يعني صارنا بها الوقت هالتواجد اللي كان فيه كسيف برهبانا بالعاصي وبنطلق ثم انطلق الى شمال لبنان الوادي المقدس العقورة انتشروا تدريجيا وصولنا لبعد مئتان سنة انه يقدر ينزموا وصار فيه انه مجتمع ماروني هل فينا نقول انه ممكن يكون اول بطيارك انتخب بدير مار مارون العاصي يعني لانه كفرحي هناك مسافة بين دير مار مارون العاصي وكفرحي مضبوط مضبوط هو 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 النقطة التاريخية والاساسية انه انتخب يوحنا مارون هو كان اسك في البطرون كان اسك في البطرون انتختب من قبل الرهبان والشعب المارونية كقاول بطيارك ٧ بالتنظيمة للطايف المارونية الحلو بس نرجع نقول له انه مار مارون كان فريد بعيشوا التنسكة بس غلط نقول انه مار مارون اليوم اسس الطايف المارونية هو الاب الروحي اللي كتير من تلميذ تمثلوا فيه لمرمرون يعيشوا نسكوا يعيشوا الطريقة الروحنية اللي عاشها وتقربتوا اكتر من ربنا هاي اللي خلى الرهبان انو يتركوا كل شي ويتقربوا قدام هذا الراهب القديس الناسك واللي كان تجع ليدا الشفاءات لهيك انو فينا نقول مرمرون اخر همو كان ينظم لكان رجل اداري لرجل سياسي رجل الله بكل معنى للكلمة هاي كان مسأله الحلو لأسر لبعدين فيما بعد تلميذو لانشأوا دار مرمرون بشمال سوريا وانتشروا وحملوا اسمه لانو تشبوا بالعيش ونمط العيش وطبعا حملت اسمه طبعا بعدين الجماعة يعني استطاع يعني هذا الرجل هذا النازق هذا القديس خليني يقول للي عاش بالعراء ان يطبع بهذه الروحانية جماعة بكاملة اجل مضبوط كنيسة بكاملة هلأ المسيحيين اللي كانوا موجودين بجبال بها الفترة يعني كانوا على اي مذهب على اي كان هناك طبعا كانوا مسيحيون يعني نحن جزورنا بهذا الوطن ما اتينا من وطن اخر يعني جاءت للميزة مرومة كما ذكرت حضرتك ابونا ميشيل ومعهم بعض الناس وقبل الرسول الكنيسة الرسول الرسول بالشريط لنمية المسيحية بالشرق قبل الغرب صار فيه الكنائس تنظيميا الكنائس المسيحية ونشوء البطياركات تتنظموا المؤمنين اكتر واكتر ابيل تعددهم بس لا الاسف يعني بالتاريخ الكنيسة الاولى تدخلت السياسة لقصمت المؤمنين الى 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 سيريين ارتوديكس الى فيما بعد اكباط الى 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 كنيسة انطاقية مشرقية اللي نحن اليوم نتحدر منها كسيريين وكموارنا الى الكنيسة انطاقية هي الكنيسة اللي اسسها القديس بوتروس بانطاقية وانطاقية اليوم نعرف انه هي احدى المدن وقائمة بعدها اليوم بشمال بتركيا فاذا الاساسة اللي دخلت قصة متلى الاسف وما زالت يعني انه الفئات المسيحية لا صار في قصمي فيما بعد شرق وغرب بس ايه اكيدة نحن كلنا امتدادنا لتعاليم يسوع لو تعدد لانه مع تعدد الكنيسة هايدي هبا عن جد هبا وغنى بكنيستنا تعددها وانما تتبع تتبع بايمانا الاوحد هو يسوع المسيح اللي من اجله نحن اليوم امكان رسيين امكان علمانيين او كنا رهبين نعم روحانية القديس مارون خلينا نركز اليوم نحن بهذا الظروف العام نعيشة على الموضوع الروحي والروحاني النسك الزهد العراء يعني اليوم نحن كموارنة يمكن انتوا كرهبين نظمة الرهبانيات على هذا الحياة الرهبانية على هذا النمط من الحياة ولكن الموارنة الشعب يعني المارونة هل هو مطلوب منه كمان يعني عليه ان يأخذ من روحانية القديس مارون سؤالك رائع وقلو امتداد لتاريخنا اللي بلشنا فيه تنقدر نستمر ونكمل رسالتنا لابد انه نرجع للينبوع صدقيني نرتوي منه نعم الرهبان والمؤمنين كانوا يصلوا كانوا يختلوا كانوا يعيشوا يحطوا أولوية بحياتهم قبل الزمنية حياتهم قربهم للرهبان مدعب فيه تجمع الرهبان كانوا المؤمنين عطول والرهبان ما قدروا يعيشوا أو يستمروا بدون سندة الشعب إلى جنبهم هالامتداد مفروض نرجع له ونعيشه سواء حول كنستنا حول الديسينا حول رهبانياتنا اللي هي الممثلة فعلا لهالامتداد هالغنى الروحي اللي عشته كنستنا الأولى والليوم نحن نفتخر بكنستنا المارونية متل أي كنستة أخرى كمان وبيزياد شوية انه بيديسينا اديسينا مارشاربن اللي عايش على خطمر مارون نفس الروحانية اللي اختلا ترك كل شي واختلا مع ربنا فهاي قمصولي بتعلمنا انه خلاصنا الوحيد هو العودة إلى الصلاة إلى قربنا لربنا اديش عشنا اتهادات اديش ماتلنا من من جدودنا بس متل حبة الحنطة إن لم تموت ما بتقدت الموطعتي هيدا 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 فخرنا نحنا كشعب ماروني انه تحدينا الصعاب وتجنبنا كتير من 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 مشاكل نقدرنا نستمر وندوم لليوم هاو بشو كمان بصابر تجزرنا بالأرض نحنا فيها ما تركوا أجدادنا سوريا كليا اليوم للاسف بعد ظروف مئة ألف السنين إنه اليوم بتملص الموارنة بس بقيه بالرغم من الاتحادات إنه بقي بقي شعب وامتد قسم من آخر إلى لبنان ومنه إلى دول العالم نعم إذا بنا نرجع هيك على دير مار مارون كمان طبعا يعني عاش هالدير يعني هالموقع عاش كمان اتهادات طويلة خلال خاصة خلال فترة الحرب اللبنانية واليوم أصبح طبعا بعهدة الرهبانية اللبنانية المارونية الدير مار مارون هدا كان تعرفي كان حلم لرهبانتنا نحنا للأسف كان كان بتواجد رهبانا فيه وعننا من شهيد كتل ورمي رمي بالبقر بدير مار مارون العاصي بالألف وثمانمية وثمانا وتسعين سنة كتير حلوة نتذكرها هي سنة وفاة مار شهربل كمان بهالدير كان عنا راهب اسمه أبونا يوسف من كفارزغاب شمال لبنان كانت أرسلته الرهباني يخدم المنطق ويبقى فاق بالاهتمام بأراضي الرهباني الموجودة لهم بالهرميل لأننا بعدنا لأننا موجودين كنا قبل 1800 وشوية من أوسط 1800 موجودين بالمنطق كأملاك وكتواجد الرهباني لكن للأسف الظروف عاكست الرهباني ورهباني وعطيتك مثل واحد من 1899 أنك كنت راهب لدينا مغارة مرمارون فاق للأسف ببداية 1900 وواصل 1950 صار في صراع على ملكيت المغارة اليوم أما الأراضي الدير فاق دير منظار المغارة بعد الرهباني وكانت الرهباني وما ما جارت منها حدا فبالما فوت بالأطراف أسماء الأطراف اللي صاريت أنه صار صراع ورجع خسرت الرهباني بمحاكة مش عادلة بس ربنا كبير أعاد الرهباني بالألفين وثمانتاعش أنه مع المطرنية دير الأحمر الموارنة اللي صارت هي المالكة للمغارة اليوم اليوم الملك العكاري اليوم هو لأبرشيد دير الأحمر المروني وإنما استنادا إلى تواجد الرهباني وكانت الرهباني موجودة قبل صار فيها الاتفاقية مجددا مع المطرنية والرهباني أنه تعود الرهباني لإستلام المغارة بالعاصي يعني هلأ الرهبانية هي اللي عم تهتم هي عم تهتم ورجعت من سنتين مع أبونا ليش علي صار لك فرصة يمكن تصرف تعرفت علي جميعاً يلي صار يلي صار يلي صار يلي صار يحيي من كل قلبي نحن كمان يحيي من خلال ششتكن على العمل اللي عم بيقوم فيه على جهوده طبعاً الراهب بهالظروف خلق ديناميه مع محيطه نحن محيط نحن فاقل للمغارة شنين مع أهل المنطقة فصار تربطوا عليها كتير مميزة مع أهل المنطقة يلي هني اللي هم صعبة إنه يتخلوا عن أبونا ليشع يلي عم فعلاً تجرد من كل شي وقبل يعيش فاق بهالمغار ويهتم بيستقبل شو مستقبل هالدير رح يكون معكن أبونا هلا هو الدير أهم شي إنه رجعنا دوره الروحي ودوره القبلة المارونية لهالمنطقة فاق لحظنا المؤمنين من كافة أطراف لبنان صار عندها كل ما يجي عيد مرمرون أو الذكرة من أعيد طقفتنا المارونية يجي بفكره يطلعوا على الجزور يطلعوا لفاق على دير مرمرون عصري لكن غيتنا إنه نعم رجع للمنطقة رونقة الروحي رونقة للحيات البساطة والحيات إذا أمكن الحياة الرهبانية المشتركة فاق لتنظر فعلا كيف ممكن تكون جماعة الرهبانية ونحنا مش بعادي كتير مثل تفضلت وقلت نعم إنه نحنا بيزحلة إن كنا بيزحلة وإن كنا بيقبلح وإن كنا بيبعلبك موجودين وكان بيدير الأحمر موجودين نعم كرهباني موجودة وجامعات الرهبانية موجودة فوق فلا لهيك إنه عادي التنظيم توجدنا بلش وعم نرجع بويط نعرف اليوم أبونا ميشيل يمكن هذا مش موضوعنا بس لازم نشير إلى النزوح الماروني من المنطقة يعني ذاكرنا دير الأحمر وبيع الباك وحتى بمنطقة العاصي هل هالدير رح يكون كمان نقطة جاذب مجددا لموارد مثل ما انطقت مثل ما قلت لحضرتك إنه غايتنا الأولى وهي التثبيت إنه تكون كبلي روحي للعالم وهي اللعن بيخلي العالم يرجعه بتعرف العيد الشعبية والعيد المعروفة بديعنا مطر ما بتواجد الدير بتلاقي العالم إلى جنبه للأسف بالحروب وقتا انضربت الأضيار تجارة العالم نعم لك تمسك شعبنا بأضيارنا وبمؤسساتنا وعليقة متينة كتير كبيرة فوقتا ينضرب الدير يبسوا فاقتوا عمليا الشعب للأسف بيضع ويروح لك عودتنا لهالمناطق نعم وليس فقط لأنه موضوعنا اليوم عن الهرمل الرهبني بنفس الوقت بنفس الوقت رجعت على عكار بقوة رجعت بمناطق اللي هي جبلية بعيدة مطعمة موجودين أهلنا رجعنا بقوة وعززنا تواجدنا الرهباني وجمعاتنا الرهبانية لكن نعم 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 أضيارنا مش أضيار رهباني الليبناني الماروني فقط أضيار كالرهباني الموجودة هي قود ومصدر روح لشعبنا يدلون متمسكين متوجدين بكوراهم وموضيعهم طبعا وجود الدائر طبعا رح يكون فيما بعد في استثمار لمشاريع يمكن زراعية تخلي هالناس أكيد موجودة بأرضها وتقدر تعيش من المحل اللي هي موجودة طبعا زكرت حضرتك أنه في أراضي على الهرميل بيسوى يكون في بشاريع زراعية مرافقة طبعا لنمو الدائر غيدا لهذا اللي صار وقتا رجعنا على دائر الأحمر وتمنزب رجعنا وكيف نحن أحواج إليها اليوم اليوم قدام هالزروف الاقتصادية اللي عم نمرأ اللي عم نعيشها نعم عودي إلى الأرض عودي إلى جزورنا ضروري جدا وملح جدا أنه نرجع فعلا لأصولنا وللحياتنا نعم بدون الأرض لا تواجد لحدا لرهبانات أو غير رهبانات أرضنا هي عزتنا وكرمتنا لك طبيعا هيك انطلقوا كل أضيارنا وبفضل الأرض اليوم رهبانية مستمرة ووقائمة نعم هون كمان بيسوا نفتح ولو باب صغير لنحكي شوي عن دور الموارن إن كان بالوجود وإن كان بإعطاء الهوية اللبنانية هكي روناء شو كان دورة يعني إذا بدنا نرجع شوي للوطريق يوحنا مارون إلى اليوم هلا لأنه كل زرف اللي عاشته اللي عاشوه بطاركتنا كل بريود يختلف عن آخر يعني بالبدايات كان بداية بالرغم من الاتحادات وبالرغم من الصعوبات قدروا بصلاتهم قدروا بيعيش بساطتهم من خلال الأرض قدروا انطلقوا هلا واجهوا نعم التمدن بالمدن إن هذي كانت أنه انت لقاتوا مثل ما حكينيها بالجبال الوعرة اللي دايما كانت هي نقطة روح لألون إنه كانوا يبعدوا تعرف المدن كانت لغير طواقف أكبر كانوا الموارنين بالجبال أكتر ما هي كانوا نلاقي مع نزولهم إلى المدن صارت تحدياتهم أكبر وأكبر يعني نغمسوا بالمجتمع المدني أكتر لا أعرف أنه هناك تحدي بالمجتمع المدني بس قدروا 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 أنه نزموا حالهم أكتر وأكتر برغم أنه ضلت صاري بالبدايات يعني للألف ومئتين مع البطرة كرمية العمشيتي كتير من بطاركتنا ستوشدوا كرمية الإيمانون وقوتلوا جبراي الحجولة يعني أعطيكي بعض أسماء بطاركتنا يلي يلي تحدوا وكانوا ليدر بكل معنى الكلمة ليدر روحي وليدر مدني أنه أخذوا دورهم ونعرف نحن التنظيم أنت تيلي شو كان صورة الهوية الهوية البطاركية نعم والبطاركية كانت الرائدة ومن ثم مع الرهبانات لو عطوا صورة للبنان اليوم الحالي اليوم نحن لبنان لدولة مع إعلان اللي عم عم نحتفل دولة دولة لبنان الكبير الرهبانات والبطاركية دورة الأول للتواجد أو تواجد جبل لبنان الليبنان الصغير قبل الليبنان الكبير الفضل وليوم نرى برهبانتنا برهبانتنا لبنانية المارونية التي تأسد من 1695 قبل إعلان الليبنان الكبير كان تقصيم الرهباني الداخلي اللي هو محافظات اليوم لنحن كانت الرهباني إلى خمس مناطق إدارية على تعدد الرهبان هذه كاملة صورة للمحافظات الخمس باللبنان أكيد السادسي التي تلعت جديدة يعني الهرمن فتقل كيف البطاركية ومن ثم الرهبانيات لعبوا رول لإعطاء الهوية للشعب الماروني اليوم لهيك نلاحظ وليزم يكون هالتماسك السياسي المدني مع الروح الكنسي لازم يتلزم يكون مع بعض البعض مثل طبيعة الصور التي نحن 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 بمجمع خلق الدونيا البشرية والإلهية فهيك السياسي طبيعي لا أنه ليس غريبة على كنسيتنا لكن بعض الأصوات التي تقول اليوم أنه أشخاص الكنيسي بالسياسي لا أساس السياسي هي كانت بي بتوجه وبإدارة بطر كتا توافق بين السياسي والدين هذا كثير ما نرى الكنيسة المارونية وهذا مفروض التنسي الذي دائما يصير بلبنان يعني العلاقة التي تجمع ومفروض لا تتغير بين الجمهورية اللبنانية وبين البطياركية المارونية لخير مش فقط المساحيين ولا خير لبنان اللي هني فعلا كانوا فضل بوجوده شو بدي نفوض بتفاصيل شو صار بالأحداث والحرب بس ما ننسى الأساس شو نطلق فيه منه لبنان ما بدي فوض أنا رجل لستو بير رجل سياسي أحكي عن لي اعترى السياسية المارونية فيما بعد وهذا هيدا أحد ضيوفك السياسيين بيبقى بيحكي الكنيسة كان إلا دور بالمحن اليوم كنيستنا وخاصة الكنيسة المارونية كيف عم تلعب هذا الدور بمساعدة الناس بهذه المحنة اليوم اللي عم بعيش الشعب اللبناني مزبوط إن كان البطياركية المارونية اللي أنا غير مصرح أحكي عن دور البطياركية المارونية بتكلا لأصحاب البطياركيات يحكوا عنا وإنما أنا بيكل تواضع بحكي عن دور الرهبانية اللبنانية المارونية شو عم تلعب دور اليوم نعم بيكل جدارة الدور مش عم تلعبه هلا لأنه كل عمرة كنت عم تلعبه وموجودة بين خلال مؤسساتها إلى قرب أهلنا وإنحنا من هالشعب وإلى هالشعب كل عمرة الرهبانية من خلال مستشفياتها مدارسها وجامعاتها ورعاياها عطول إلى جنب لأنه أنا مرئت بالجامعة تعرفي عطول كنا موجودين إلى جنب أهلنا بظروف الاقتصادية ومستشفياتنا وإن كان برعايا هلأ نعم مطلوب بنا جاهد دبل عن اللي كنا عم نعمله لهيك القدس القبل عام من قبل الأحداث اللي بلشيت كان دجا نطلق بسيئيس سيد الصندوق التغزي يعني نقدر تكون قديارنا ومركزنا كلها هي نقطة نقطة لكل مؤمنين يكونوا موجودين إلى جنب الأضيار والأضيار تكون أكتر وأكتر لألون لأيك نعم السياسي نحطيت نحن بطور تطبيقة مع مع مؤمنين وبيتعاون تبقى الرهباني لوحدة الليبنانيين المرونية ديمة هذا الكامل كبير من هذا النقص اللي عم تواجد اقتصادي ومالي أكيد لوحدة ما بتقدر لك بتنسيق مع بقية الرهبانيات وبهمة قبل عام من عبدالله لعيشب اللي أنا بحيي من قلبي اللي عم بيصير اللقاءات مش صعيد فقط لقاءات بس وصلوا لمرحلة أكتر تكون مستعدين لوقت الشدة اللي نحنا وصلين إليها نعم يعني لخيتام مرحلقتنا بير ميشيل طبعا في كتير أمور ممكن بس نحكي عن القديس مارون وعن المارونية الحديث بيطول كتير ولكن حبينها معك بس نسلط الضوء على مراحل يعني وصول أو تاريخ الموارنين وصولا إلى دير العاصي مع تعهدكن اليوم لإتمام العمل بهيدا الدير ليكون قبلة أنظار لكل الناس بنختم حلقتنا لليوم ولكن بالخيتام بدي هيك منك شوي مثل صلاة إذا بدي أو بدي تتوجه هيك للمشاهدين بدعوة لجزور مارمارون بدعوة لروحانية مارمارون لحياة مارمارون لنطلع هيك بخلاصة فيا روحانية إلى حدنا تفضل بكلمتين بقولون إياهم لا تخافوا حجد لأهلنا لشعبنا بيكفي نقرأ تاريخنا نشوف داش أهلنا تعذبوا أكتر ما عم نتعذب اليوم بكل صدقيني ما نخاف ربنا اللي ما ترك مارمارون اللي ما ترك أديسينا واللي ما ترك بطاركتنا الأديسينا واليوم مش هيدر يتركنا بس شرط نتحد نلتف حول كنيستنا اه وندعمها لأنه هي أكيد مؤسسة مش رح تترك شعبها و و ونرجع لكتابنا للإنجيل ونعيشه نقرأ ونعيشه ونفتخر فعلا أنه نحن مسيحيين من هالشرق اللي انتلقت منه رسالة يسوع للبشرية الجمعية نعتز ولا نخاف بمصيرنا لأنه ربنا معنا وحرصنا إلى الأبد شكرا لألك أبونا ميشيل أبو طقا شكرا على هذا اللقاء وعلى هذا الحديث وعزبنيك اليوم معنا شكرا للمشاهدين على المتابعة بعطيكم موعد بلقاءات أخرى مع ضيوف آخرين فإلى اللقاء